كشف تمانة جائزة خليفة بن سلمان الخليفة للطبيب البحريني عن تقدم 83 طبيبا وطبيبة ممن تنطبق عليهم شروط التقدم للجائزة بفئتيها الأولى والثانية للتنافس على نيل الجائزة والتي سيتم منحها خلال الاحتفال بيوم الطبيب البحريني فالرابع من شهر نوفمبر القادم وبيّن تمانة الجائزة أنه تم رفع السمارات التقدم للجائزة والسير الذاتية والبحوث الطبية المقدمة من المشاركين إلى لجنة اختيار الفائزين بالجائزة التي تضم في عضويتها ممثلين عن ديوان سمو رئيس الوزراء وعدد من الخبراء الدوليين المرموقين في مجال الأبحاث الطبية من منظمة الصحة العالمية وجامعات أوروبية وأمريكية إلى جانب رئيسي جامعة الخليج العربي والكلية الملكية الإيرلندية للجراحين في البحرين ورئيسة جمعية الأطباء البحرينية حيث سيقوم أعضاء اللجنة بعملية التقييم وفق المعايير المحددة ومن المتوقع أن يتم انتهاء أعضاء اللجنة من التقييم في نهاية أكتوبر المقبل قبل الأعلان النهائي عن أسماء الثلاثة الفائزين بالجائزة في فئتها الأولى جائزة الابتكار والابداع في البحث العلاجي والسريري الطبي والفائز بالجائزة في الفئة الثانية جائزة الوفاء والعطاء الممتد ترجمة نانسي قنقر